وزير الصحة الدكتور خارج عبدالغفار كان في مجلس النواب ايضا بيستعرض خطة الحكومة والتحديات الصحية في مصر امام مجلس النواب النهاردة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بكرة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بيعرض نشاط او بيعرض اجندة وخطة الحكومة في مجاله مجال التنمية البشرية تكلم النهاردة على الصحة وقال الحقيقة 94 مليون مستفيد من 170 مليون خدمة قدمتها مبادرات 100 مليون صحة وقطاعات وزارة الصحة قدمت 97 و4 من 10 مليون خدمة طبية بمتوسط نسب رضاء المنتفعين حوالي 8 و8 من 10 وقال استجابنا ل16 الف طلب مقدم من اعضاء المجلس من اكتوبر الماضي 2023 لخدمة المواطنين وقال 49 مليون خدمة طبية قدمها التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الاولى وقال كمان انه 100% من المواطنين سيكون لهم تأمين صحي بحلول عام 2030 خليني استأذن حضراتكم فاصل قصير ثم نقوم